أخر مرة بكيت وأنت تصلي منفردا تذكر بصوته الجوهري المألوف طف الشيخ عمر عبد الكافي ضيف الجزائر ونزلها بالحاضرين بين قبسة الإيمان النيرة مختارا لمحاضرته التي احتضنها مسجد محمد كتو بالدار البيضاء في العاصمة عنوان تعالوا نؤمن ساعة وعلى عادته لا تخلو محضراته من الابتسامة التي تفاعل معها الحاضر جزائر أهلي وأشعر أنني بين عشيرتي وأقاربي وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن الجزائر من كل سوء ونجعلها واحدة أمن دائما وأن أعود إليهم مرات ومرات بإذن الله أنكرنا من أهل الدنيا لنرى أهل الخير ونرى أحبتنا الذين يحبوننا في الخير فهذه بلاد الشهامة وبلاد المرؤة الزيارة اختصرت أمام العشرات من المعجبين المسافة بينهم وبين الشيخ الذي آسر قلوبهم عبر شاشات التلفزيون وكذا مواقع التواصل الاجتماعي دعية معروفة يعني ونشوفه في تلفزيون وحق شرفنا اليوم في الجزائر وهو مالفة لما ما يجي الجزائر يعني وتمرشته في أمو البواقي هذا العام وهذه مرة ثانية يعني حاضر الإدار تجمع جميع المسلمين إن شاء الله الحمد لله لانتهتنا الفرصة باش ريحنا معاه وشفناه وسمعنا له في انتباعه عن طريق الانترنت وصفحة الفيسبوك واليوتيوب اليوم فضله مبادرة جيدة أنه مثل هكذا علاماء يحضروا عندنا في الجزائر الحاضرون أبوا إلا أن يكرموا ضيف الجزائر تكريم على بساطته كان كبيرا جدا في نظر الشيخ الذي أسر إليهم المحبة والمودة تكريم على بساطة الانترنت